دي كانت مجموعة من إجابات حضراتكم الحقيقة بس خلينا نرجع بالإجابات دي لأهل العلم بقى دكتورة شيرين درديري استشاري الصحة النفسية والاضطرابات السلوكية نعرف منها يعني إزاي ممكن نبني أسرة سليمة وسعيدة من غير مشاكل ولا خلافات يا دكتور سبعة الخير عليكي منورنا في سبعة الخير يا مصر يمكن تباتي معنا بعض التعليقات التعليقات إجابية جدا ومبشرة جدا بس على أرض الواقع أرض الواقع مختلف الموضوع بيبقى مختلف بنشوف حاجات يمكن مشاكل كمال مستحداثة غريبة يعني يمكن آخرها موضوع عن تشار الزوجة ملزمة أو غير ملزمة يعني ملزمة بالنهاية الترند الفوزيع اللي أنا جاء عشانه النهار ده إيه الموضوع ده يعني إيه سبب إنه الحميد دي انتشرت دلوقتي يعني بتأثرت إزاي ممكن حضراتك ودكترين معنا قبل الهوى قلتي نهاية بالفعل ابتدت تؤثر في الشباب وفي ناس جاتلك فعلا بأسئلة وبحالات تخص الموضوع ده الحقيقة لا شك إن اختلفت معايير نجاح العلاقة الزوجية في القاونة الأخيرة بعد ظهور الانفتاح التكنولوجي والسوشال ميديا عن الحقبة اللي هي بتاعة الخمسينات اللي هم أبأنا وأجدادنا النجاح العملية الزوجية بقى بيكمن في جنباته كثير من الصعوبة في ظل الانفتاح ده لإني اللي بيخلي الـ background عند الزوج أو الزوجة مش التربية والتنشئة بتاعة الأسرة المصرية والمبادئ بتاعتنا بقيت الحقل بتاع السوشيال ميديا بكل الأفكار اللي بيبثها في الشباب واللي أنا شايفة فيه كتير جدا منها أفكار سلبية وبتخلي فيه جاب وفيه اختلاف بين التفكير بين الرجل والمرأة بالضبط كأننا داخلين حرب يعني يعني جو الحرب اللي احنا عايشين فيه لا طبعا هي الحكاية مش كده أصلا وخليني أسترس على نقطة تتحطف مستطيل من البداية أن المرأة هي حجر أساس المجتمع على فكرة وأن الرجل أصلا هي ولدته مرأة دي أول حاجة أن ربنا خلق الستة على الأرض لعمار الأرض ليها وظيفة أساسية عمار الأرض يعني أنها تخلق نشأ صالح وتكون زوجة صالح قبل أي حاجة تانية دي الوظيفة الأساسية للزوجة قبل أن هي تكون مركز أو منصب دي حاجات ثانوية للمرأة اللي تعرف تعمل توازن ومتلك مش متعاردة على فكرة يعني هي أدوار مغلة تتعارض مع بعضها البعض في ناس بتقدر تعمل توازن بين واجباتها الأساسية وفي ناس ما بتقدرش تعمل التوازن ده وبتقصر في الوظيفة الأساسية باعتها كمرأة أطبع هي الأولوية لبيت والأولاد أكيد خلينا نترس جدا على الترند ده بقى أن الأولوية للمرأة أنها تربي أولادها وتكون زوجة صالحة في بيتها دي أهم حاجة أهم من أن المرأة يكون عندها منصب أو ده مهم جدا لكل الجيل الجديد من منصب برنامج صباح الخير يا مصر أنا ببلغوا لكل الفتيات أنا مش ضد أن المرأة تتقلض منصب ومراكز عالية كيف أنه حضرت الدكتورة فأكيد لا يوجد معارضة لا يوجد معارضة لا بس كثير من الشباب على فكرة من وقع الناس فعلا اللي بتجيلي ومن وقع الحالات العملية فعلا في المجتمع بلاقي أني فيه كتير من شريحة مش بقول كل البنات اللي في الجيل بتاع دلوقتي لأ فيه شريحة كبيرة من البنات شايفة أني الأهم أنها عندها منصب وأنه تقلص قدسية دور الأم أو ربة المنزل في المجتمع وده أنا ضده ده دور مقدس على فكرة أهم من أي دور تاني للمرأة اللي التاني خاني بردو أكد عن نقطة دي عشان محدش ياخد الكلام بردو ويكتزئ الكلام الست أو المرأة دورها مهمة جدا في البيت كزوجة وكأم ولكن لا يتعارض من أنها تكون ست ليها دورها في المجتمع تحقق توازن جدا بس لازم تحقق توازن وبالمناسبة ده هي تطلب منها مجهود أكبر بكتير لازم تكون وعية لي ماينفعش حاجة تيجي على حساب حاجة صحيح إحنا بنتكلم في الوعي وعشان كده ده موضوع حلقتنا النهاردة إن إحنا لازم نواعي بقى الجيل بتاع الفتيات اللي موجود إن إحنا لن نتتبع الترندات اللي موجودة على السوشيال ميديا لأن هي مصدر لكثير من الأفكار السلبية اللي ممكن تهد بيوت بالفعل طب إزاي إزاي يعني نتجنب نصائح ما يعرف مش نصائح مش هسميها نصائح ما يعرف بخربين البيوت اللي هو المرأة غير ملزمة حالة الجدل اللي على السوشيال ميديا اللي أنا مبسوط إن كان ليها رد فعل سلبي من ستات مصر يعني ستات مصر نفسهم انتقدوها لأن يا جماعة اللي هو يا جماعة الموضوع أوفر كده أحنا يعني عايزين حقوقنا كستات بس يعني انتوا كده أوفر انتوا كده بتهدمه يعني فيه حالة دلوقتي من الوعي من المرأة المصرية إنه فيه فعلا مؤمرة عليها هل ده واصل هل الفكرة دي واصلة يا دكتورة هو فيه خلط بين شيئين وانا طبعا بحي ستات مصر اللي حضريك بتذكرهم اللي هم ضد الترنت ده لأنه هم كده فاهمين واجباتهم صح هم حسوا إنه فعلا فيه بقى كده حاجة فاهمين واجباتهم صح فيه جزئية إنه احنا حبين إنه احنا نعمل تشجيع للرجل إنه هو يشارك السيدة عشان أغلب السيدات في المجتمع دلوقتي يبقوا سيدات عاملات وده الأسباب كتيرة ممكن يكونوا بيساعدوا في الدخل ممكن تكون عايزة تحقق ذاتها إحنا مش ضد ده خالص بس إحنا ضد بقى إنه احنا نبتدي مقابل ده نتخلى عن مسئوليات الزوجة والأم الأساسية اللي هي تربية ولادها والاهتمام ببيتها وبزوجها فاللي حاصل دلوقتي إنه احنا عايزين نوجه الرجال إنه هما يحافظوا على حقوق المرأة بس مش بتخلي عن الحقوق الأساسية ليها أو واجباتها اللي هي بتعملها فالقصة كلها إنه في بعض الصغار في السن أو المقبلين على الزواج ممكن يفهموا الموضوع ده غلط وبالتالي بالفعل أنا جات لي حالات كده هي رفضة إنها تطبخ وشايفة إنها مش شايفة الموضوع بشكل سلبي قوي اللي هو أنا مش طبخة وخدامة ببيتي لا هو الحكاية مش كده خالص يعني هي العلاقة الزوجية مبدئيا لازم يكون فيها حوار واتفاق وبنبه أي حد مقبل على الزواج لازم يدرس أفكار الطرف الآخر علشان ما يحصلش فشل مستقبلي أنا لازم أعرف المنتالي أو العقلية بتاعة الفتاة عاملة إزاي عشان ما تخلش في عملية من الفشل أنا عايز أقول لحضرك أنا ممكن يجي لي ناس مخطوبين وغالبا بيبقى شاب بيبقى خايف من عقلية خطبته أني بعد كده يعمل له أني بعد كده يعمل له ده مشاكل بيكون الحل فتركين يا إما بنحاول بندي له نصائح إزاي هو يحاول خطبته دي يخليها تتكيف مع عقليته يا إما بقى طبعا لو هو شاء لقيني الموضوع مزدود خالص فأنا بنبهه وهو ليه الاختيار أنه هو يكمل أو لا مشكلة يا دكتور أنه يعني في الخطوبة ده برضو لسه على البر شوي في حد فيه ممكن تكون بيت بالفعل قائم وزوجة وكانت عاية جدا متعمل واجباتها المنزلية إن كان طبخ إن كان تربية الأولاد أو أول ما تشوف بقى الحاجات اللي على السوشيال ميديا اتبدلت بقى اتغيرت خلينا بقى نتكلم النموذج اللي انتي قلت بالظبط ده فعلا جميل قوي إننا حنلقي الدوق عليه أنا زوجة وطبعا غصبة عني مثلا عاملة أو كده فمضغوطة لإني بقدي دوري كزوجة وكأم وبعمل لرفع مستوى أولادي لتحقيق ذاتي لأسباب كتير أجي أقرأ ترينت زي ده إيه الأثر النفسي بقى لترينت زي ده على الزوجة دي الزبط كده عدم الرضا وعدم الرضا يؤدي إلى طاقة سلبية والشعور هتبتدي تأثر في واجباتها لإني ده التريند تتأثر فيها كمانا عن اقتناع وعن مرجعية اقتناع لإني إحنا أصلا خلينا نعرف السلوك عبارة عن إيه فكرة الفكرة تعمل فيلنجز تعمل مشاعر المشاعر تترجم في السلوكيات أنا كده بالتريندات دي بحط أفكار سلبية تديني سلوك سلبي في المجتمع صحيح مع مين مع حجر أساس المجتمع مع الأم مع هو الأم لو وقعت في تأدية واجباتها المجتمع كله هيقع على فكرة لا هو الرجل كمان لو هو ربنا رزقه من واسعة وعنده مصدر دخل وعايش بعيشة محترمة فيش مانع أنه يجيب لمراته وحد تخدمه لكن هو لو ماشي أنا بنا بأتكلم بقى على الرجل الغلبان المفهول اللي بيشتغل شغلانتين صبح وليه الصحيحة الأكبر من المجتمع موظف قصة طبقة متوسطة يعني الصحيحة الأكبر من المجتمع هتيجي تقولي له أنا مش هطبخ لك وحعمل لها إيه ده طيب يعني طبعاً أنا ضد التريند ده خلص أهني ما أقوله وعلى فكرة على فكرة يعني أنا عايزة أقول حاجة بقى نفسية يمكن بقى ووالله مش بكزفية على فكرة السيدة لما بتطبخ أكلة حلوة لولادها وتحس إن أولادها مبسوطين بيها ده بيعمل لها طاقة إيجابية ومش كده وبس هي كمان بتاخد صدق أبداً يعني دي حاجة المفروض تعمل طاقة إيجابية مش حاجة تحساني تجد تحقيق ذاتها في ابتسامة أولادها يا دكتور حعمل الكريم في الأكل يعني التريند وصل للرضاعة يا دكتور يعني إحنا وصلنا لمرحلة يعني أنا حريبة الكريم في الأكل يا دكتورة يعني الموضوع وصل لمرحلة اللي هو يا جماعة إيه ده في إحنا وصلنا لإيه يعني لا طبعاً أنا ضد موضوع يعني مع احترامي للرأي المخالف ولكن أنا ضد التريندات دي خالص وبشجع الناس على دي وظيفة الأم على فكرة الأم لما بتشيل جننها يقترب منها مثلاً بتعمل تهدئة في التوتر اللي موجود في جسمه يعني سخفنا الموضوع فعلاً سخف قوي وتخناها قوي يعني إحنا في الأول وفي الآخر زي ما بنقول إنه راجل مقتدر يقدر يعني يريح زوجته في البيت ويجيب حد يساعدها طبيعي إنه يعمل كده لو حد يعني موظف حد اللي هو أغلب المجتمع المصري الطبقة المتوسطة كلنا منها لو ممكن نجيب حد بيساعد مرة ومرتين في الأسبوع يا دكتور ده برضو طبيعي مش مقتدر عادي جداً قومي بدورك في البيت ما فيش أي مشكلة يعني أنا مش عارفة إيه لطلع التريند ده وإحنا كلنا فكرة بنتكلم على حقوق المرأة وما إلى ذلك بس بجد الموضوع هنا سخر طب خلينا نروح مع حضرتك لنقطة تانية خلينا نعرف برضو الشباب اللي بيتفرج عنها دلوقتي المقبلين على الزواج أو متزوجين إيه هي الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين أهم حاجة بين الزوجين يعني كل اتنين مقبلين على الزواج لازم يحطوا قموس بينهم عشان ده ما يعملش مشاكل بعدين لإني خليني أقول أني قبل الزواج بيبقى فيه هرمون الرغبة أو هرمون العشق ده بيخلي انجزاب كل طرف للآخر أعلى بنسبة أعلى من بعد الزواج لإني عندنا قاعدة طبعاً الامتلاك يقتل اللهفة فإحنا خلينا نحط القموس ده قبل الزواج القموس ده يتحط إزاي القموس ده قموس تعرف كتبوا دستوركو بنفسكو كل واحد يكتبوا الدستور بتاعه كل اتنين يحطوا قموس ليهم متفقين عليه وأهم حاجة قبل الإقبال على الزواج لغة الحوار عشان أبتدي أعرف عقلية الشخص أو الزوج أو الزوجة المستقبلية الأدامي عشان لو في حاجات أنا معترض عليها أو رفضها حطها من الأول ما جيش وده اللي بيعمل مشاكل بعدين على فكرة وبيسبب ازدياد نسب الطلاق أني بيبتدي غالباً يعني الرجل غالباً بيبتدي في الأول يقول يعني يتجاوب مع كل الطلبات ويبتدي غير أحياناً لا الفكرة الترفية دكتور الرجل بيبتدي نواية تجاوب والستة النحية التانية بتحاول تبين أفضل ما فيها من تفق فطبعاً كابسولات نصايح كده للناس اللي مقبلة على الزواج أهم حاجة تحطوا قموس بينكم ونبقى متفقين على كل تفاصيل الحياة على قد ما نقدر لغة الحوار مهمة جداً لو إحنا الاتنين مختلفين في نقطة لازم كل واحد فينا يعني طالما هو نيته خير وإن إحنا نبدأ حياة ويبقى فيها عمار الأرض ونجيب ولاد صالحين ونعمل بيت نويين إن هو يستمر إن شاء الله لازم نبقى حطين نقطة إن أنا ممكن أتنازل عن طلباتي شوية لإن في حاجات تانية أنا فكرة هو ما فيش زوج ولا زوجة السعادة مش كاملة إحنا مش في الجنة إحنا على الأرض فالسعادة مش كاملة وكل شخص على فكرة لو تلاحظوا حتى بدليل إن كل شخص بيبقى نفسه في حاجة مجرد ما بيمتلكها بيحس برضو مجرد ما وصل عندها إعتادها شوية فأكيد في حاجة بتبقى نقصة في الحياة مش لازم كل حاجة أحققها لازم أتكيف مع طلبات الطرف اللي قدامي أو أتنازل شوية في أحلامي علشان الدنيا تمشي علشان عمرنا ما هنلاقي شخص كامل زي ما بنتمنى بالورقة والمصارة أكيد إزاي الواحد أو الواحدة تتعامل مع السوشيال ميديا وتأخذ منها المفيد وتترك منها المضر لحياتها والأسرتها والمستقبل بحييك طبعا مصطفى على السؤال ده هو لازم السوشيال ميديا بما أني أنا شايفاها وأنا من أكتر الناس على فكرة اللي كنت بتكلم عن سلبيات السوشيال ميديا أنا شايفا أنها بتؤثر بالسلبي على المجتمع بشكل كبير ومتناولة ودلوقتي بتنشن على المرأة يعني إحنا مش عايزين ده يا جماعة عايزين نتنبه وأي حاجة ترند نشوفه أو أي بوست نشوفها لازم يبقى عندنا فلتر فلتر نعرف إيه الإيجابي وإيه اللي ممكن يخرب حياتك لا تكيف مع ظروفنا يا دكتورة أعتقد التكيف مع ظروفك والردى كمان الردى مهم جدا والترندات دي مش عايزينها تقلل إحساسنا بالردى في حياتنا خلينا دايما نركز إحنا عندنا إيه مش إحنا ما عندناش إيه ده هيعمل لنا طاقة إيجابية كويسة جدا في حياة شكرا لك يا دكتورة دكتورة شتيني الدرديري ستشاري الصحة نفسية والاقترباط السلوكية شكرا جزيلا حضرتك تحياتنا لحديك وتحياتنا لكل مرأة عاقلة قادرة أنها يتميز وربنا يسامح يعني خربين البيوت وربنا يسامح الترندات الوحشة والسوشيال بيدي أعتقد إحنا عميين نفند في المعايير معايير الاختيار لكن دينا الدسطور فعلا اللي نختار على أساسه ومن آياته أنخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها السكينة لحب وجعل للكم مودة ورحمة بالضبط السكينة السر هنا حد نبقادرين نعود معاه نتفاهم معاه نتكلم معاه نحس بالسلام معاه حتى في وقت الخصام وقت الزعل احنا عارفين نتعامل مع بعض وفيه قلب وفيه هدوء وفيه حاجات كتير جدا أهم من المادة أهم من فكرة الحب اللي إحنا بنبقى داخلين به العلاقة حاجاتك يعني يمكن هو حاجة بسيطة أوي وموجودة إحنا عميين نلف حواليها وتعبين نفسنا كلنا اشتركوا في القناة